موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج قضايا شائقة في حلقتنا لهذا اليوم رح يكون أدنى رد على شخص تميز بخداع الكثير من البسطاء والتلاعب بأفكارهم وعقولهم تميز أيضا بتحريض الكثير من الخراب وآلاف الضحايا اللي راحت بسبب فتواته ردنا لهذا اليوم رح يكون على الشيخ محمد العريفي الشيخ محمد العريفي كان يذكر في إحدى خطبة أنه كان في رحلة إلى مصر وكان برفقة سائق تاكسي وبالمصادفة كان سائق التاكسي هذا مسيحي يحمل إشارة الصليب على كفه فظل يطرح عليها بعض الأسئلة لكن قبل أن ندخل بالموضوع وقبل أن نستقبل ضيفنا في هذا اليوم دعونا نرى هذا الفيلم ونرجع لكم من جديد مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من سبعين هيئة ومنظمة حضروا من خمسين دولة إلى هنا إلى أرض الإباء إلى أرض البطولة إلى أرض التمكين إلى مصر ليناقشوا قضية السورية وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله مثل ما شفنا عزاء المشاهدين بالفيديو الذي أعرضه أنه زمين المخرج كيف أن هذا الشخص يحرض على القتل يحرض على الإرهاب الذي كان سبب بكثير من الضحايا بكثير من التخريب في دول عدة تحت ما يسمى بفدوة جهاد بهذا المساء دعوني أرحب بضيفي القس دانيال عبد المسيح أعلم بيك قسيس أعلم بيك أخي شوان شرفنا وجودك معنا من جديد بس أكو أمر حضرة القسيس أنه في أحد الفيديوهات يقول العريفي في خطبة له أنه دخل في حوار مع سائق تاكسي وهذا سائق التاكسي كان إنسان مسيحي فظل يطرح عليه بعض الأسئلة الاستفزازية من أجل أن يأخذ أجوبة ركيكة أو ضعيفة من هذا الشخص ممكن حضرتك تساعدنا في هذا الأمر وكيف نفهم الطريقة اللي دخل بيها العريفي لهذا الإنسان البسيط أهلا بيك شكرا على تقديمك الرائع لكشف القناة عن هذا الرجل هذا الرجل خطر وبيستخدمه الشيطان ليلعب في عقول البسطة والموضوع المطروح قدامنا النهاردة أنه في حواره مع سائق التاكسي سائق التاكسي زي ما حضرتك قلت كان مسيحي ومبين عليه أنه مسيحي عامي يعني مش دارس الإنجيل بضقة عادة يقول مسيحي بالاسم نعم فيريت المخرج يعرض لنا هذا الفيديو بحيث المشاهدين يشوفوا اللي عملوا العريفي والأسئلة اللي طرحها على هذا المسيحي في مصر أنت الآن تدعي أن عيسى صلف ليجل أنه يكفر الخطيئة قال صحيح قلت لأي خطيئة قال ما هو آدم لما دخله ربنا الجنة أكل سمرة من شقرة لما أكل السمرة دي من الشقرة رب العالمين عاقبه وجعل الخطيئة عليه وعلى أولاده من بعده قلت ممتاز طيب وبعدهم قال فعشان ربنا يكفر الخطيئة دي عن البشر نزل ابن الوحيد وجعله يصلب حتى يكفر الخطيئة عن البشر قلت ممتاز يعني الله عنده ولد قال أم ملي قلت يعني الله عنده رغبة لأولاد وبالتالي صار عنده ولد قال صحيح قل طيب ياخي مدام الله تعالى عنده رغبة في الأولاد ياخي ليش جاب ولد واحد ووقف ياخي يجيب عشرة يجيب عشرين هي وقفت على ولد واحد قال ما هو ربنا عاوز كده با قلت لا سيبك من عاوز كده يعني هو مدام الله يريد أولاد ياخي بدل ما يجيب ولد واحد يجيب عشرة أنا لو أعرس على حرمه وتجيب ولد واحد وتوقف دورت غيرها ما دام الله يريد أولاد ليش يجيب ولد واحد يوقف قال ما هو دا اللي حصل بها قل طيب خذ النقطة الثانية قال نعم قلت أنت الآن تدعي أن آدم لما أكل من الشجرة الخطيئة لحقت جميع ذريته قال نعم وبالتالي حتى الله يكفر الخطيئة عن البشر نزل ابنه الوحيد وجعله يصلب هذا الصلب للبشر حتى يكفر الخطيئة قال نعم قلت يعني ما بقي سبيل من سبل مغفرة الخطايا إلا سبيل واحد وهنا يقتل ولده يا أخي في عشرين طريقة لمغفرة الزنوب غير مسألة قتل الولد يا أخي يخليهم يصلون كل يوم خمسين صلاة يخليهم ما يشربون ماء بارد يخليهم يصومون يومين متواصلة يعني ما في طريقة لتكفير خطيئة آدم عن البشر إلا أنه ولده الوحيد يقتل لمشاهدنا حضرت القصيس ممكن تعليقك على هذا الأمر أول حاجة المحمد العريفي عنده مشكلتين نعم المشكلة الأولى أنه إزاي الله عنده ولد وواضح هو بيتكلم مع سوايا التاكسي بيقوله إيه بيقوله يعني الله عنده رغبة أنه يكون عنده ولد فسوايا التاكسي بكل بساطة قال له آه قال له طب ليه وقف بعد ولد واحد ليه ما يجيبشه عشرة بقى وقال أنه لو هو عنده مرة خلفت له واحد ووقفت حيطلقها فدي أول نقطة هو أتكلم عليه النقطة التانية ليه الله يبعث ابنه الوحيد يموت عن الخطيئة التي ارتكبها أدم وحاوة والخطيئة دي كانت عبارة عن ثامرة يعني تفاحة ثامرة أكلها من الشجرة وقعت على العقاب على مين والدينونة على ابن الله الوحيد دي المشكلتين بتوع محمد العريف فنمسوكم واحد أحد أول حاجة بقى هل الله عنده ولد يعني وانا بسمع الكلام ده كنت بتحك لأنه مفيش واحد مسيحي يؤمن أن الله عنده ولد زي ما محمد العريفي مؤمن محمد العريفي هاي أريد أفهمها حضرات القسيس أقرها على الملأ مفيش واحد مسيحي في العالم بيؤمن أن الله عنده ولد زي ما محمد العريفي بيعلنها الولد اللي بيعرضه محمد العريفي ولادة تناسلية أن الله اتجوز وحده وخلف منها ولد أو الله عنده علاقة تناسلية مع صاحبه حتى القرآن قال كده نعم من خلفية الإسلامية أنا كنت مسلم واسمي محمد كامل لما تعرف القرآن مشكلة المسلمين النهاردة ما فهمش واحد أرى الإنجيل أخذوا كلام القرآن أنه هو الكلام النهائي على المسيحية والعهد القضي يعني بنو المفاهيم عن طريق السمع من الآخرين بس نعم مفيش حد تحقق هل أنت أنت رجل مسيحي الأصل نعم هل أنت تؤمن أن الله عنده ولد عن علاقة نسلية مع امرأة زوجة أو صاحبة بالتأكيد لا محمد العريفي فوق وكفاك خداعا للمسلمين البسطاء مفيش آية في الإنجيل مفيش مسيحي في كل العالم لا كاسوليكي ولا بغستانت ولا أي مكان مسيحي يؤمن أن الله عنده ولد بالفكر الذي يؤمن به محمد العريفي ده خداع ده خداع طب إيه بقى كلمة ولدي المسيحي سواء تاكسي ما عرفش يرد عليه ومحمد العريفي مسك كلمة ولد وقعد يقول له بقى طب يعني الله عنده رغبة في الولد يبين لك أن إيه الله ده في المسيحية رجل جنسي نعم بيخلف طب ما وقف ليه ما جابش عشرة ليه حاشا لله حاشا لله حاشا لله يا محمد العريفي أن يكون الله عنده ولد زي الولد اللي انت بتؤمن به الولد اللي انت بتؤمن به ده مش موجود في الإنجيل لكن الولد اللي موجود في الإنجيل هو الله الظاهر في الجسد الله الظاهر في الجسد إله واحد أتى إلينا في سورة إنسانية لذلك لقب وإن الله تجسد في سورة إنسان لقب بلقب ابن الله الوحيد لا تعني إطلاقا إن الله اتجوز زي ما محمد العريفي فاهم ومحمد نبي الإسلام للأسف تم فاهم كده زي محمد العريفي ومسلمين كتير ما أروش الإنجيل أنا قريت الإنجيل وأتبحست في الإنجيل ودرست ولدت من عيلة مسلمة أروح للجامع وأدرس وأسمع الكرآن على حفظ شديد ما فيش آية في الإنجيل بتقول الله عنده ولد يا محمد العريفي زي ما هو فاهم زي النقطة ثانية ياثارها محمد العريفي قبل ما ننقل للنقطة الثانية عايز أوضح كلمة ابن أكتر لنكشف الخداع عن هذا الرجل لأنه دي بيقع فيها مسيحيين كتير يا أخ نشوان وبيتركوا المسيحية لأنهم لم يفهموا معنى كلمة ولد أو الابن الوحيد في الإنجيل مسيح ابن الله الوحيد أو الله عنده ولد كلمة خطيرة طبعا الله ما عندهش ولد الولد اللي هما بيتكلموا عنه ده ولد ايه ده ناسولي لكن الولد اللي بيتكلم عن الإنجيل ده الله الظاهر في الجسم خلينا أسألك سؤال نوضح المشكلة أنتوا في العراق بتسموا المصريين ايه مصريين أولاد النيل أيوة أولاد النيل فأنا ابن النيل هل معنى ذلك أن النيل تجوز ترعى وخلفوني لا بالتأكد يعني ايه ابن النيل أنت ابن العراق ابن النيل معنى لما بتبص في وشي تسمع كلامي تعرف ان أنا من نين من مصر أول ما اتكلم معاك هتعرف ان أنا مصر العراقين شطار بيعرفوا اللغات كلها تقريبا في الشرق الأوسط اللهجات فابن النيل تعني عندما تنظر إلي تسمع صوتي وكلامي ده مصري لغشة فيه ما فيش معنى ان النيل تجوز بترعى أو ببحر تاني أو بنهر تاني وخلفوني أنا يعني ايه بقى ابن الله اللي جات في الإنجيل الإنجيل شعاع انه لما تبص للمسيح تشوف فيه الله الله نزل في صورة إنسانية أخذ بدلة هذه البدلة كان اسمه المسيح يسوع إنسان في شكله لكن الله كان حال فيه والكلام ده موجود ايه في إنجيل يوحنى علشان أحباءنا المسلمين يروحوا يبحثوا زي ما المسيح قال فتش الكتب لأنها تشهد لي فتش الكتب المقدسة يقول ايه يوحنى الرسول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله على فكرة الكرآن بيقول إن المسيح هو كلمة الله وروحهم منه نعم فهنا الإنجيل بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله الله يبقى مين الكلمة هنا؟ الله صح؟ ومنذ البدء كان الكلمة يعني الله في البدء أفلي انزل معايا للآية 14 يقول والكلمة صار جسدا جسدا نعم يعني احنا قلنا هنا وكان الكلمة الله وبيقول هنا والكلمة صار جسدا يعني الله نفسه تجسد بها يأتي تجسد نعم خلينا اسألك الله يقدر يتجسد ولا ما يقدر شيء بالتأكيد الله كله القدرة في كل مكان نعم لو انا قفلنا البواب هنا في الستوديو بتاع حضرتك هل الله موجود؟ أكيد هل الله بره؟ موجود يبقى الله لو حب ينزل وحتى في صورة أحاديث عن القرآن في بعض الأحاديث بتقول ان في شهر رمضان الله ينزل لبعض السماوات عشان يسمع عبيده يعني الله يقدر ينزل فالله بس أندي سؤال اتفاضح اذا كان الله في أعلى سماء ما رح يسمع عبيده؟ يقدر يقدر اذا شنو هالتلاعب اللفظي التلاعب اللفظي هذا شنو معناه؟ ما هو الراجل مخادع الفكرة اللي عايز أعلنها الأحباءنا المسلمين إخوتنا اللي أنا واحد منكم إنه الله تجسد فصار إنسانا فلقب نفسه هو إنسان بكلمة إيه؟ ابن الله الوحيد بس ما فيش حد غيره طب بص بقى للإنسان يسوع المسيح الله هو في الجسل الله هو في الجسل بص للمسيح من هو المسيح؟ تشوفوا يخفر الخطايا يمشي يتقابل مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل يقول لها إيه؟ يقول لها مخفورة لك خطاياك الكهنة وفرسين من هو هذا؟ الذي يخفر خطايا للله؟ بسيح عايز يقولهم أنا الله اللي نزلت في سورة إنسان أنا ابن الله يعني إيه ابن الله أجين؟ يعني معناها أنا الله المتجسد وفي سورة وفي رسالة فيليبي بولس الرسول يقول إن المسيح هو الله نفسه هو الله نفسه طب المسيح يخفر الخطايا المسيح يمشي على الماء المسيح ينتهر الرياح المسيح يشفي المرضى يقيم الموتى ويقيم الموتى حتى القرآن الكثير يشفي الأبرص والأعمى ويحي الموتى طب مين هو اللي يحي الحقيقة يقول ده تلقبوا بلقب إيه؟ ابن الله ده ابن الله الوحيد إذن هم غافلين عن كل هالحقائق هذه الموجودة ولي هم موجودة في كتابهم أصلا لما القرآن يقول إنه الله عيسى هو كلمة الله ألقاها إلى مرح طب والإنجيل هنا بيقول إيه؟ في البدء كان الكلمة واو في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله تيجي تمسك الكرآن يقول إنما عيسى المسيح هو كلمة الله ألقاها إلى مريم عشان تتحول الكلمة إلى إنسان داخل مريم إزاي الله ينزل يا أخي مشوائي؟ إزاي الكلمة ينزل؟ إزاي الله ينزل؟ هو طبعا قادر بس إذا الله ظهر في قوته جلاله ومجدوه إيه اللي هيحصل لنا؟ العالم يفنى فالله في محبته يحب إنه هو ينزل إيه؟ بصورة بشرية زيك وزيك قادر على التعامل معنا الزفر عشان تمان تقول إيه؟ واو الله حسز بي الله في الإسلام لا يعرفه أحد عارف كل ما تسأل مسلم مسلم عن حاجة يقول لك الله أعلم الله أعلم الله بيحبك أو لأ الله أعلم هتلق فين لو موت؟ الله أعلم هل الله يغيرك؟ الله أعلم لكن عندنا في المسيحية نحن نعلم بفقة لأن المسيح يحبني نعم الله بيّن نفسه في المسيح في ابنه الوحيد عشان كده قال عليه ابنه الوحيد لأن عملية التجسد دي مش هتتكرر تاني مش هتحصل تاني عشان كده قال والكلمة صار جسدا يا عريفي الله إدى لك اسمي يا أخي أتمنى أنك تكون بتعرف الحاجات دي والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق أمر آخر أثار العريفي أثناء كلامه أو خطبته قال أنه هل تستحق خطيئة آدم كل هذا العقاب؟ أنا أريد أسأل أيضا هذا السؤال هل تستحق خطيئة آدم كل هذا العقاب؟ يعني زي ما بقول لحضرتك الراجل ده معرش الإنجيل نعم ومعرفش حقيقة الله في الإنجيل في المسيحية هو بيحاول يخدع البسطاء بأنهم يشكك فيهم خلينا يا ريت المخرج يعرض لنا الآيات اللي جاءت في صورة البقر وقبل ما يعرضها هو قال كلمة كده العريفي قال إيه؟ قال يعني آدم عمل إيه؟ غلط في إيه آدم؟ إيه خطيئة آدم؟ بيسؤل الرجل الغلبان سواء التكسير قال له هو آدم غلط إيه؟ أكل صمرة فالولد قال له صح أكل صمرة قال له طب يا أخي الخطيئة دي صمرة يأكل الصمرة تودي ابن الله الوحيد للصلب طب يا أخي كان الله يقول عشان تكفر الخطيئة تصملك يومين تقمنا عنهم الماء البردة لمدة أسبوع اعمل أي حاجة بس ما تقتلش ابنك الوحيد الراجل ده مش فهم حاجة عن الله خالص يعني مش فهم حقيقة الله مين هو الله أول حاجة أحب أقولها إنه هو بنفسه قال العريفي اسمع مين كلام العريفي إليه دائماً القفارة بمقدار الخطأ طب خلينا أسأل حضرتك إيه الخطأ اللي عملوا آدم هل هي بس العملية فتفاحة لا طبعاً العملية مو بالثمرة بس العملية هي أكبر من هذه بكثير إنه صارت كسر لقانون الله وضع عائله لمحددات معينة الله نطق بها إحنا بنسميها هي بقى في الإنجيل التعدي يعني ممكن واحد يبقى ماشي بيسوق في العربية وما يشوفش ستوب صاين ويعدل ستوب صاين طيب والبوليس وقف إداله إيه إداله تيكت مخلفة طب يا أخي دي ستوب صاين يعني الراجل عداها يعني إحنا بنطحة في بلادنا كل يوم إحنا مش محتاجة أن أنت تدي له مخلفة خلينا ديك مثال تاني أنا برد على العريفة هنا لو أنا دخلت في مشاجرة مع شخص وضربته على وشه بالقلم وجي البوليس أنا تعصبته أكثر وروح تضارب البوليس على وشه أي عقاب أنال قد ما ضربت البوليس على وشه أخدوني للمحكمة والقاضي بيتكلمني غضبت وروح تضارب القاضي بالألم هل عقابي يفضل زي ما هو ضربت الراجل أو ضابط البوليس؟ لا بالتأكيد يحصل له إيه؟ يكفر طب تخال بقى رئيس جمهورية أمريكا ماشي في موكب وروح تقنى دخل كده على العربية بتاعته وروح تضربه بالألم مشكلة كبيرة طب تعالى بقى نقول إيه؟ آدم آدم تعدى على وصية وصية الله؟ طب مين هو الله؟ إله غير محدود غلط في الله هو غلط في العريفي ولا غلط فيه؟ هو العملية مش في صمرة تعذى على قانون الله فالله غير محدود يبقى لازم تاخد عقاب غير محدود وعقاب غير محدود يعني تموت للأبد يدخل جهنم لأن الغلط في الله وجرة الخطيئة موت مش بس خطيئة واحد تتخيل إحنا بنغلط كل يوم كل يوم بتضي ربنا بالألم كل يوم بتتعدى على وصية كل يوم بتتعدى على قانون الله لما تشتم واحد لما تسب لما تعمل أي حرق بعينيك بفكرة كل الخطيئة دي موجهة للمين؟ بس للبشر؟ بالتأكيد يا لله مباشرة داود عندما أخطأ في خطيئة الزنا أول حاجة صلى الله عليه لك وحدك أخطأته لك وحدك يا عم انت خلطت في الست واعتديت على الست وقتلت مرات الراجل قتلت زوج الراجل زوج بس بساش بس المفروض انت تعترف ان انت خلطت في حق الناس بس انا أولا وأخيرا انا خلطت في حق الله الخطيئة موجودة في كده خطيئة جدا ليه لأنها ضد الله غير المحدود تعريفي اعمل معروف اطلب الله انه يوضح لك يعني ايه الخطيئة البسيطة اللي انت بتعملها عارف انت تعديك على المسيحية بالقول والكلام انت تحت دينونة الله وانت تحتاج إلى فداء المسيح فدي أول حاجة ان الله غير محدود الله كبير والعقاب لازم يكون ايه كبير طب دلوقتي عايزين الفدية هتجيب له ايه خروف هتجيب لك اه هتجيب له حمامة كانوا بيستخدم الحاجات دي في العدلة دي هتجيب له ايه اه دجاجة الخطيئة دي كلها تخلطت في الله غير محدود لازم كفارة تبقى ايه غير محدود طب ازاي تتعامل الكفارة راح الله نازل في سورة انسان بقى الانسان ده ايه مساوي لله غير محدود انسان كامل وإله كامل فلما يموت هذا الانسان الكامل الغير محدود يديك فداء غير محدود وهكذا يقول الكتاب في سورة روميا يقول لان اقرط الخطيئة هي موت اما اقرط الله فهي حياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا حضرة القسيس اكيد وقت البرنامج مرح يساعنا انه ندخل في هذا في عمق هذا النقاش لكن احنا انه حلقات جديدة او حلقات قادمة راح نرد بها على الشيخ العريكي قبل ما نخلص عايز المخرج بس يحطلنا صورة البقرة يورينا القصة بتاعة آدم لما غلط اخنا شوان في صورة البقرة الاصحاح صورة البقرة الآية من 20 القصة مبينة اصقال ربك للملائكة اني جعلن في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء يعني حتى ملكية الله بيقولوا ده مش بس صمرة ده 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 حيسفك الدماء يعني الملائكة في القرآن بيفهموا وقتا من ربنا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ربي اني اعلم ما لا تعلمه انتوا منكمش دعو وعلم ادم الاسماء كلها يعني ربنا عشان يطلع الملائكة غلط اخذ ادم وحول وحديهم وقال لهم ايه خلي بالكم انا هعمل تيست للملائكة هديهم امتحان وحديكم انتم امتحان بس خليني اغشيشكم هديكم كل اسماء الحيوانات وانتوا هتقولوا هالي لما اجي امتحانكم وحدي نفس الامتحان للملائكة الملائكة مش هيعرفوا الاسماء هقول لهم ان انا بق بفا محزن لهم ده اسمه غيش وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا انبؤوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فشلت الملائكة في الامتحان قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال الم اقل لكم اني اعلى مغيب السماء طب ما انتكششتهم ما انتدتهم علمتهم الاسماء فين بقى هنا قدرة الله وعلم الغيب تخريف هو محمد العريفي ما بيقراش الحاجات دي لكن بيحاول ان هو يمسك المسيحيين الغلابة اللي ما عرفوش يجاوبوه بعدين بقى اللي عايزة اقولولك واذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستخبروا وكانا من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث ما شئتم ولا تقرب هذه الشجر فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وكنا اهبطوا بعضكم لبعض عدة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين طب ربنا طرد آدم وحبه لو هي الخطيئة خطيئة بسيطة زي ما العريف يقول أوه ده أكل من الشجر من الصمرة طب لو هي بسيطة لماذا إله الكرآن طردهم من الجنة إذا هي بسيطة أنت اللي بسيط العريف يبسيط نشوها بحاجة عن ربنا الله قدوس الله قدوس ولازم يدين الخطيئة بعض المسلمين يقول لك لا ممكن تعترف بالخطيئة وتخفر هنا بص اسمع فطلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم طب لو تاب عليه يا أخي نشوان يطرده ليه من الجنة لو أنت تيجي تقول لي تقول للقاضي سيطة للقاضي أنا أتلت وغلط سمحني مش عملها تاني الله دي قال لك أنا أخفر لك بس في قانون طب فهنا يقول فطلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه لكنه حصل له فقال لهما اهبطوا بعضكم لبعض إلى الهرب في نهاية الرد بتاعي يا شيخ العريفي أنا بصلي من أجلك إن ربنا يفتح عينيك وتخرج من الخداع اللي في قلبك واللي في فكرك وعلى عينيك ويا ريد تطلب من المسيح يكشف لك الحقيقة وأحب إن إحنا ندخل مع بعض في مناظرة يا ريد تكلمني رقمي أهو على الشاشة ونطلع في مناظرة في دي بيت ونناقش ولهية المسيح نناقش هل القرآن من عند الله نناقش أي موضوع يحب أنت نناقش حضرة القسيس نشكر وجودك معنا في هذا المساء ونشكر هذا الشرح أعزائي المشاهدين نشكركم لوجودكم معنا إن كان لكم أي استفسار أو سؤال أرقامنا ظاهرة أسفل الشاشة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة